وصف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحرب في غزة ببرميل بارود يمكن أن ينفجر في منطقة الشرق الأوسط مضيفا أن الحرب في غزة أدت إلى توسيع خطير للصراع في دول المنطقة جاء ذلك خلال استعراض تقريره حول أوضاع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم في الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان أكد سعادة مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف أن غياب المسائلة الدولية هو ما يدفع إسرائيل على مواصلة حربها ضد المدنيين في غزة ويعرقل الوصول إلى عملية السلام إن غياب المسائلة الدولية خصوصا من مجلسكم الموقر هي ما يدفع ويشجع إسرائيل لمواصلة اعتداءاتها ويعرقل الوصول إلى سلام دائم المملكة نيابة عن 68 دولة تحدثت عن أوضاع الأشخاص ذوي لعاقة في غزة خلال الحوار التفاعلي مع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤكدة أن العدوان المستمر في قطاع غزة ساهم في تفاق موضع الأشخاص ذوي لعاقة مما ترك هذا المجتمع المهمش في حالة من الخطر المفوض السامي لحقوق الإنسان في تقريره أكد أن الصراعات في العالم تسببت في ازدياد كبير لانتهاكات حقوق الإنسان طه يوسف حسن قناة الإخبارية مجلس حقوق الإنسان جونيف